الى الشارقة حيث ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي اليوم وبحضور سمو الشيخ سلطان بن احمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس اجتماع المجلس الذي عقد في مكتب سمو الحاكم نقش المجلس جملة من الموضوعات المدرجة على جدول عماله والمعنية بتطوير العمل الحكومي في امارة الشارقة ومتابعة المشروعات التنموية واتخاذ القرارات التي تصب في مصلحة الإمارة وناقش المجلس عددا من مقترحات مجلس النفط المتعلقة بتطوير البنية التشريعية لقطاع الطاقة وتعزيز سلامة البنية التحتية للمنشآت البترولية وخطوط الغاز